اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في جنوب لبنان فقد تحملنا مسئولية اختيال قائد قوة الردوان نحن نستهدف عملاء حزب الله والبنية التحتية والانظمة التي اقاموها للرضع اسرائيل ورفض المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي المقدم دانيال هاجري اليوم التعليق على حدثة اختيال قائد قوة الردوان في لبنان ووسام الطويل كان مسئولا كبيرا في حزب الله قتل في غارة اسرائيلية وقد تم تعيينه مؤخرا قائدا لقوة الردوان وهي وحدة النخبة في التنظيم اللبناني وهو اكبر عضو في حزب الله يقتل في غارة اسرائيلية هذا ويواصل الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية للشهر الرابع معلنا بتوسيع العملية البرية في خان يونس وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افخي ادرعي على مدار اخر 24 ساعة تخوت قواتنا القتال تحت الفرقة 98 واستعت رقعة المناورة البرية في عمك خان يونس واشنت هجمات تمت خلالها مقتل حوالي 40 شخصا حيث تم العثور على وسائل قتالية مختلفة وعلى فتحات انفاق محورية بين الوسائل القتالية التي عثرت عليها القوات 12 بندقية من تراث كلاشنكوف واربع قذيفات ار بي جي مشحونة والعشرات من القنابل اليدوية وامشاط الذخيرة والسطرات واضف خلال نشاط مجموعة القتال التابعة للواء جولاني في منطقة المغازي في وسط القطاع وبتوجيه استخبارات رصدت قوى تابعة للوحدة 636 شخص تابعين للواء في مخيفات الوسطى في المنطقة فوجهت القوات طائرة تابعة لسلاح الجو والتي هاجمت ووقضت عليها وتابع قائلا قوات تابعة لسلاح البحرية هاجمت على مدار اخر 24 ساعة مواقع عسكرية ومستودعات ومركبات بحرية استخدمتها منظمة حماس في قطاع غزة هذا وافادت وسائل علام عبرية نقلا على الجيش الاسرائيلي باصابة المغني والمؤلف والممثل الاسرائيلي عيدان عميدي اصيب بجروح خطيرة خلال اشتباكات في قطاع غزة وحسب ما دقرت صحيفة اسرائيلية فان عميدي يخدم في قوات الاحتياط بالجيش الاسرائيلي منذ اليوم الاول للحرب وبالتحديد في وحدة سلاح الهندسة وعشرت الى ان عيدان اصيب بشظايا مختلفة في عدد اجزاء من جسده مضيفا انه تم نقله الى مركز شيبا الطبي ولم يحدد الجيش الاسرائيلي مكان وقوع الحادث بالضبط في قطاع غزة وفي السياق ذاته اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل تسع اخرين من جنوده في غزة ليصل اجمال خسائره في حربه على القطاع الى 187 قتلا وسقط معظم هؤلاء القتل الجدد في الوحدات الهندسية العاملة ضد انفاق حركة حماس في جنوب القطاع ووسطه حيث حولت اسرائيل تركيزها في القتال بعدما اعلنت السبت تفكيك البنية التحتية للحرقة في شمال غزة وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن في وقت سابق ان اربع من جنوده قتلوا هذا ووصل وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكين اليوم الثلاثاء الى اسرائيل في اطال جولته الى الشرق الاوسط وقال المتحدث باسم عزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر عبر صفحته على منصة اكسا ان بلينكين يتواجد في اسرائيل لمناقشة الجهود الجارية لضمان عودة جميع الرهائن المتبقيين الى ديارهم وعضف ميلر انه من الضرورية الحد من تأثير الصراع على المدنيين في قطاع غزة وزيادة المساعدات الانسانية التي تصل الى فلسطين في غزة وبدأ وزير الخارجية الامريكي جولة بمنطقة الشرق الاوسط استهل لها بزيارة تركيا حيث اجرى مباحثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان بشأن التطورات في المنطقة كما عقد بلينكين اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني في خانة احدى المدن الرئيسية في جزيرة كريتا اليونانية في منزل رئيس الحكومة اليونانية وعقب اختتام زيارته في اليونان قام بزيارة الاردن حيث اجرى مباحثات مع الملك عبدالله الثاني والدقى بناظري الاردني ايمان الصفدي وبعد زيارته للاردن قام بزيارة كتر في الدوحة قال بلينكين انه سيبلغ المسؤولين الاسرائيليين عند زيارته اسرائيل هذا الاسبوع بضرورة بدل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة واضف بلينكين انه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة غزة وحذر الوزير الامريكي من ان هذه اللحظة تشهد توطرا شديدا في المنطقة وقد ينتشر الصراع بسهولة ومن ناحية اخرى اعلنت الخطوط الجوية الفرنسية اليوم الثلاثة استئناف رحلاتها الى اسرائيل اعتبارا من الرابع عشر من يناير بثلاث رحلات اسبوعية ووفق لوكالة تاروي ترزق للمتحدث باسم شركة الطيران ان الخطوط الجوية الفرنسية ستستأنف الرحلات الجوية الى اسرائيل اعتبارا من الرابع والعشرين من يناير وهي احدث شركة طيران اجنبية تنهي تعليقها لرحلات خلال حرب اسرائيل المستمرة مع حركة حماس واضح ان الخطوط الجوية الفرنسية ستشغل ثلاث رحلات اسبوعية من باريس الى تل ابيب باستخدام طائرة ايرباس اي 350 وعقفت شركات الطيران الاجنبية الرحلات الجوية الى اسرائيل في بداية الحرب التي بدأت في السابع من اكتوبر واستأنفت سويسرا والنمسا رحلاتها الى اسرائيل هذا الاسبوع وافدت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية بان المرحلة الثالثة من الحرب في غزة قد تنتهي في اواخر الشهر الجاري كما اشارت الصحيفة نقلا عن مسؤوليين امريكيين ان الحرب ربما تستمر طيلة عام 2024 اذا واجهت القوات تهديدات جديدة والى هنا تنتهي تخطيئتنا الاخبارية كنت معكم مريم شمسة والى اللقاء اشتركوا في القناة